سباح الخير مرة جديدة سمر سباح الخير كمان مرة جديدة لكل المشاهدين البداية بفقرة الصحف من صحيفة الشرق الأوسط وبعض المعلومات عن العسكريين المخطوفين كشفت معلومات نقلا عن مصادر الوسطى في ملف العسكريين أنه تم الاتفاق مع الوسيط القطري على مفاوضات تتناول الجثث والعسكريين الأحياء والطرقات والممرات الآمنة كلهم على حدة والوسيط يعود خلال ساعات لعرسال وقال مصدر لبناني أن المسؤولين اللبنانيين واجهوا صعوبات في التعامل مع المفاوض القطري مشيرا إلى أن المفاوض لا يتواصل بالقدر الكافي مع المسؤولين عن هذا الملف لأسباب قد تكون متعلقة بالمفاوضات مع الخاطفين وصعوبتها وعدم ثقتهم به في بعض الأحيان موضحا أن الخاطفين أبلغوا جهات أخرى أنهم سلموا مطالبهم الواضحة للمفاوض من دون أن تصل إلى المسؤولين اللبنانيين وقال مصدر أمني أن المعلومات حول العسكريين المختطفين تفيد بأنهم محتجزون في منزل لا في مغاور وأن هذا المنزل مزنر بالمتفجرات لمنع أي محاولة لتهريبهم وأوضح المصدر للصحيفة أن عملية تغذية المحتجزين تتم بطريقة متقشفة للغاية حيث تقتصر أحيانا على الخبز أو على الأرز فقط ويقول المصدر أن غالبية الأسماء التي تسربت من خلال المفاوضات تعود لشخصيات غير لبنانية موقوفة لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية أو من نزلاء سجن رومي الأجانب من بينهم الانتحاري الفرنسي الذي أوقفته السلطات اللبنانية أصله من جزر القمر وأخر أوقف في عملية دهم فندق ديروي وفي الإطار نفسه من صحيفة الراي الكويتية علم أن السلطات العسكرية اللبنانية منكبة على التحقيق مع عسكريين يشتبه بتسهيلهم حركة المسلحين من جبهة النصر وداعش دخولا وخروجا إلى لبنان ومنه إضافة إلى نقل أسلحة إلى الداخل اللبناني وسط معطية تشير إلى ثبوت هذا الجرم على بعض من يخضع للتحقيقات وربطت أوساط سياسية معنية بالمواجهة مع مسلحين نصر وداعش هذه الظاهرة المستجدة بما وصفته القرار السياسي المتذبذب والمربك الذي لم يطلق يد قيادة الجيش في محاربة الإرهابيين متحدثة عن ضغوط تمارس على قيادة الجيش على غرار ما فعله ضابط برتبة عالية يمثل أحد المراجع الرسمية حين تدخل شخصيا إبان المواجهات في عرسال لإنقاذ جرح من المسؤولين في جبهة النصر وإلى صحيفة الأخبار التي عنونت اليوم بر التمديد ماشي قال نائب مستقبلي أننا قادرون اليوم على تعطيل إجراء الانتخابات بحكم وجود رأسة الحكومة ووزارة الداخلية في يدنا كما أننا قادرون على تعطيل التمديد للمجلس النيابي بعدم توفير النصاب وفي رأي النائب نفسه فإن اعتراف تيار المستقبل بحق حزب الله وحركة أمل برئاسة مجلس النواب بات من الماضي كان هذا أمرا مكرسا حين كانت الثنائية تعترف في المقابل بحق تيار المستقبل برئاسة مجلس الوزراء أما وقد بات حزب الله وحركة أمل يعطلاني نصاب انتخاب رئيس الجمهورية ويضعاني الشروط فيما يخص رأسة مجلس الوزراء فإن تيار المستقبل سيجاريهما في اللعبة نفسها عبر رفضه التمديد للرئيس نبيه بري من دون مقابل وأضفت الصحيفة علمة أن رئيس جهاز الأمن القومي الإيراني علي شمخاني طرح أمام سلام خلال لقائهما في السراية الحكومية الأسبوع الماضي والنزوح وأشار بصورة غير مباشرة إلى أن على اللبنانيين التخلي مرحليا عن اتفاق بعبدة بعد التطورات الأخيرة والتنصيق مع الحكومة السورية ونصح شمخاني اللبنانيين بألا تنسيهم الأحداث على الحدود الشرقية وأزمة عرسال الخطر الحقيقي على الحدود الجنوبية من الكيان الصهيوني وبدى واضحا بحسب مصادر متابعة للزيارة الاهتمام الإيراني بموقف لبنان من أي تدخل عسكري تركي محتمل في الشأن السوري في المقابل استبعدت مصادر في السفارة الإيرانية في بيروت أن يكون شمخاني قد ذكر لسلام ضرورة التخلي عن اتفاق بعبدة قائلة دبلوماسيا لا يمكن أن يقول هكذا عبارة وإلى صحيفة النهار وملف النازحين السوريين علم أن الاجتماع الذي رأسه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراية للجنة اللاجئين السوريين اتخذ قرارات وصفتها مصادر المجتمعين بأنها مهمة وهي تتناول تطبيق ما سبق لمجلس الوزراء أن اعتمده من مبادئ على هذا الصعيد ومن هذه المقرارات الشروع في ضبط الحدود بين لبنان وسوريا واعتبار أن عدد اللاجئين السوريين بلغ حدا لا يمكن بعده لبنان استقبال اللاجئين الجدد كما تقرر الاستمرار في مراقبة اللاجئين الموجودين على الأراضي اللبنانية وتطبيق قانون العمل فيما يتعلق بشروط استخدام اليد العاملة غير اللبنانية وتحضير ورقة عمل لبنان إلى المؤتمر الدولي الذي تستضيفه برلين في 27 تشرين الأول الجاري وعلم أن الوزير نهاد المشنوق جدد طرح موضوع اللاجئين في عرسال فتقرر تكليفه ما يراه مناسبا من إجراءات كي لا تكون البلدة تحت رحمة التجمعات اللاجئين وإلى صحيفة السفير وهذا الرسم الذي يصور ربما الحالة التي تمر بها المنطقة بشكل عام من فوق ومن تحت طائرات تقصف وسككين للذبح الخبر الأخير أيضا من صحيفة السفير وفي بعض أيضا ردود الفعل على الدعوة التي رفع حزب القوات على ناشطين قال أن النواب هم حرمية عماد الدين رائف كتب لعل أسمج ما يمكن أن يسمع وسط حفلة الجنون المستعرة هو ما تفتقت عنه عبقريات نواب ممددين لأنفسهم وهم يرفعون دعوة قضائية ضد مناضلين مدنيين وصفوا سعاداتهم بالحرمية غريب أمركم يا أصحاب السعادة الممدد لها ألم تلتهم أملاك لبنان البحرية والنهرية لتبنوا منتجاتكم الخاصة ألم تزرعوا وحوش كساراتكم في جباله ألم تنهشوا خضرته بمراملكم ألم تحولوا جناته إلى مطامر للنفايات ألم تهدموا النقابات لتحتكروا تجارات الماء والدواء والغذاء والهواء ألم تشترطوا نصيبا معلوما من كل مشروع ظاهر التنموي بربكم ما الذي فعلتموه خلال ولايتكم المجيدة لتستحقوا رواتبكم كل ما فعلتموه هو تمثيلكم الصحيح لأمراء الحروب وتبريركم جرائمهم وتحويلكم المؤسسات الدستورية والإدارات العامة ووسائل الإعلام إلى منابر لخطابات معلوكة لكن لبنان غفور رحيم وأنتم تعرفون ذلك وتعولون عليه لبنان غفر لأمرائكم جرائمهم ورفع شأنهم من فاردي خوات إلى زعماء يفعلون بالعبات ما يشاءون وأنتم من بعد كل ذلك يا طرابين الحبق تمتعدون من لفظة حرمية حرمية ونص نرجع هلأ بعد هيدا القطعة يعني بتصور سمر عنده حابة تعلق على نوضوع نرجع لموتين خلي معالي شعات وعالي نرجع لتمرتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر